بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري خمسة سور أكد عليها صاحب الزمان سلام الله عليه أن تقرأ كل سورة من هذه السور بعد كل فريضة مع دعاء قصير لقضاء الحاجات خلال أيام معدودة هذا ما ورد عن آية الله السيد الشهاب الدين المرعشي النجفي قدست روحه الزكية الذي تشرف بلقاء صاحب الزمان سلام الله عليه فقال لقد أكد علي صاحب الزمان سلام الله عليه بأن أقرأ هذه السور بعد الصلوات الواجبة فقال لي صاحب الزمان سلام الله عليه بعد صلاة الصبح تقرأ سورة ياسين وسورة ياسين بعد صلاة الفجر هي قاضية لجميع الحواج وتلقب وتسمى بالدافعة والقاضية تدفع عنك البلاء وتقضي لك الحواج وكذلك تقرأ بعد صلاة الظهر سورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم وهذه فيها بركات المولى علي بن أبي طالب عليه السلام فتقضى لك الحواج وبعد صلاة العاصر تقرأ سورة نوح ومن قدم كما قال النبي صلى الله عليه وآله ومن قدم سورة نوح على حاجته أي أنك تقرأ سورة نوح ثم تطلب حاجتك فإن الله يسهل أمر حاجتك ويقضيها لك وبعد صلاة المغرب تقرأ سورة الواقعة وتعرفون جيدا بأنه لا توجد هناك سورة تزيد في الرزق والعافية والصحة والنجاح والتوفيق كسورة الواقعة بعد صلاة العشاء تقرأ سورة الملك سورة الملك التي تغنيك وتدفع عنك وتقيك من عذاب القبر ومن فتنة القبر وكذلك الله سبحانه وتعالى يديم عليك الملك ويعطيك الملك وقضاء الحاجات هذه السور الخمسة أكد عليها صاحب الزمان سلام الله عليه وقال قل لي الشيعة والمحبين لنا بأن يقرؤوها بعد كل صلاة فريضة تقرأ هذا الدعاء من قبل صاحب الزمان اللهم سرحني عن الهموم والغموم ووحشة الصادر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين إذا ما فعلت ذلك فجميع حوائجك مقضية إن شاء الله تعالى برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام اشتركوا في القناة